اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولها المثكل طور المثكل ثانيها الطور الجمري البحراني ثالثها طور القطيفي واضطروا ان ابين لكم نتيجة سؤال احدى الاخوات التي اشكل عليها فهم الفرق بين اسم الوزن الشعري واسم الطور يعني فن اداء هذا الوزن طريقة اداء هذا الوزن اللحن الذي ننحن به هذا الوزن الشعري ما يناسبه على الخطيب الحسيني ان يميز ان يفرق بين اسم الوزن الشعري وطريقة اداء هذا الوزن اذا تذكرون في المحاضرات الاولى قلنا بان لكل كلام في الوجود روح وجسد الجسد هو الوزن الشعري والروح هو الطور فقلنا الان نحن قرأنا في الدرس الماضي الشيعة بطور القطيفي الان سنقرأ الشيعة بطور البحراني افكاركم معي متجمعين اقرأ مرة الاولى وثم نقرأ بصورة مشتركة شيعتي مهما شربتم عذب ما إن فاذكروني او سمعتم بغريبين او شهيدين فاندبوني شيعتي مهما شربتم حذب ما إن فكروني او سمعتم بشهيدين او شهيدين فاندبوني فانا الصبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيال بعدين قتل عمدا سحقوني طور شجي وكما يقال كأن هذه الثياب مفصلة بهذا القياس وما أجمل أن يكون الطور الطور مناسب ومطابق للوزن الشعري لا أن يأكل بعض أوزان الشعر أو أن ينقص الوزن فيحتاج القارئ إلى مد في غير محله يعني شلون كثير من الألحان التي تقرأ على المنابر الحسينية ملأها أصحابها بالحشوة الحشوة الغير ضرورية حشوة نافرة يعني أجيب مثال قصيدة من قصائد المشهورة في الرثاء تقرأ في خواتم المجالس حولها البعض إلى لطمية قصيدة لطم لكن الطور الذي أنشأ به هذه القصيدة وجد فيها فراغا موسيقيا اضطر أن يملأه بكلمة أضافها من عنده هكذا الله يا عامي الشريعة الله الله الثانية غير موجودة في الشعر لكنها حشوة إضافية لكي يتطابق اللحن مع الوزن الشعري هذا غير جائز فنا وعلما ولياقة وحتى لا يجوز شرعا لأنه تجني على شاعر القصيدة لأنه ما قالها بهذا الشكل خلاف الوزن وخلاف العروض إذن علينا أن نتقن نتقن الأطوار بشكل صحيح الوزن التالي الطريقة الثالثة التي قلنا عليها المثكل ما سوينا تمرين عليها جماعي الآن أقرأ مرة أولى وأنتم تقرؤون بعدي شيعتي مهما شربتم هي عذب ما فاذكروا هيوني أو سمعتم بغريب أو سمعتم بغريب عيدة أو شهدين فاندبوا أيوني والله ما تساعدني يا جابر على مصاب اللي دهاني يا وتنظر يا القاس المقدر شمسا ماضي رمايا يا 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 والله وتنظر يا سهم الامثلث شلو انصك عيني وعماية هياني هياني بارك الله بكم إذن استطعنا أن نؤدي وزن الشيعة بثلاث أطوار مختلفة القطيفي والبحريني هو هو طور المثكل وكان أشجاها وأجملها مما يناسب المقام هذا الوزن يقسمه البعض يشطره إلى الشطرين فينشأ من هذا الانشطار وزن اسمه شبقه وأصله كذلك مجزوء الرمل الكامل ونظمه رباعي ميزانه نص ذاك الوزن فاعلات فاعلات مثاله أبيات في رثاء مسلم ابن عقيل عليه السلام بلسان حال الإمام الحسين عليه السلام طبعا هذا الوزن شبقه يأتي في مقاصير قصائد الجلوس مقاصير قصائد الجلوس ويكثر منه الاستخدام في اللطميات السريعة اللطميات السريعة يعني هذا الوزن لا يصلحوا للرثاء والنعي سابقا كان يستخدم لأن قراء القدامى كانوا يخلطون في المجلس الحسيني بين اللطم والرثاء النعي واضح شلون كما يفعل الآن بعض الخطباء يبدأ بلطمية على أنه هذا نشيد الدهر نشيد الزمان ثم بعد ذلك يدخل بلطمية ثم يقرأ رثاء ثم يضع موضوعا ثم ينتهي بمصبه وينتهي بقصيدة وهذا التنقل من جو إلى جو غير صحيح علما وفنا لأن الإنسان المستمع في المجلس الحسيني يتمنى أن يعيش حالة من الخشوع تستدر الدموع وإذا به يتحول بين لحظة وأخرى من متظاهر يهتف لبيك يا حسين ونشيد الزمان ونشيد الوطن ويتحول في نفس اللحظة إلى باكي على الحسين هذا من الصعوبة بمكان من الصعوبة بمكان هذا الطور الآن اكتب المثال شلون بي شلون بي راحب نعم ندي فاعلات 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 هذا الوزن يصلح للأفراح ويصلح للأطميات ولا يصلح للرثاء هذا الوزن الثاني من أوزان الشعر الشعبي أقرأ لكم لكي تتحققوا من أن سرعة أداء هذا الوزن لا تساعد على الرثاء والشجاء نعم أي بس يعني هذا نصف الشيعة شلون بي شلون بي راحب عم من داية شلون بي شلون بي راحب عم من داية تلاحظ سريع ما في مجال أن يستدر الدمعة يا وليد عم من شام يا بهالي للكرام اجت من مسلم علام وانهدم بي تي علي شلون بي شلون بي راحب عم من داية تصلح للطم السريع ولا تصلح للرثاء الوزن الثالث من الأوزان المشهورة في الشعر الشعبي الهجري الهجري ويطلقون عليه في العراق خطأ الهجري بكسر الهاء والصحيح الهجري نسبة إلى بلاد البحرين والمنطقة الشرقية حيث ملايين شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أصله مجزوع الرمل المنقوس الهجري ينقص عن الشيعة حرف واحد ينقص عن الشيعة حرف واحد ميزانه فاعلات 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 هذا الصدر نفسه لبشيعة فاعلات فاعلات ينقص نون ينقص فقط نون مثاله 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 أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور اكتبوا هذه الأبيات للشيخ حسن الدمستاني البحراني طيب الله ثراه هذه الأبيات خالدات أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته طول الدهور كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رزق الحسين وأنا في مشعر الحزن على رزق الحسين يقرأ يقرأ الهجري في اللقم بالطريقة البحرانية المشهورة بين قوسين بي باء بين قوسين ذو الجناح هناك قصيدة سموها ذو الجناح أذا شايفيها يقرؤها رواديد البحرانيين على التلفزيون تطلع يوم العاشر أقرأها لكم الآن ويقرأ الهجري بالقطيفي بالطور القطيفي والطور الجمري البحراني ويقرأ بالمثكيل نعم هكذا الآن سنقرأ تباعا نطبق تباعا طور ذو الجناح البحراني أولا ذو الجناح قبل من الميدان خالي وويلا أيوة حسين ذو الجناح قبل من الميدان خالي وويلا أيوة حسين أحرم الحجج عن لذتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذته طول الدهور كيف لا أحرم دابا ناحيرا هدي السرور وأنا في حزني على رزء الحسين أيوة حسين أيوة غريبة أيوة شهيدة هذه الطريقة يؤديها شيعة أهل البيت عليهم السلام في البحرين وفي عمان وفي المنطقة الشرقية كل الخليج يوم عاشورا عصرا يمثلون عودة الجواد إلى خيام بنات الرسالة وهو مقلوب السرج مخضبا ناصيته بدماء الحسين عليه السلام أما بالنسبة للرثاء والنعي فإذا قرأنا هذه الأبيات بالطور القطيفي سنؤديها بهذا الشكل أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته طول الدور كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعري الحزني على رزل حسين شفين قشجي هادئ والأبيات اللي بعدين تجي ضمني عندك يا جدا وفي هذا الضريح علني يا جد من بل وزمان يستري أبيات شجية وحلوة وملحمة هي تحكي مصرع الحسين عليه السلام من أول محرم إلى آخر صفر الآن نحاول أن نعيد مع بعض نقرأ الأبيات بالطور القطيفي لكي نتقوى على أداء هذه الأبيات نبدأ واحد اثنين ثلاثة أحرم الحج أجعان لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته طول الدول كيف لا أحرم داب نقرأ هذه السلام وأنا في مشعري الحزني على رزي الحسين طريقة شجية وأشكر لكم هذا الأداء الرائع المميز اندل على شيء فإنما يدل على سرعة تفاعلكم مع طرق الأداء هذه وروعة الأبيات هي التي تأخذ بمجامع القلوب الطور الثاني اللي قلنا عليه الطور الجمري البحراني وهو أشجى ولكن مجهد يحتاج إلى طاقة استثنائية من الخطيب ويكون الأداء بهذه الصورة أحرم أحرم الحجاج عين لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عين لذاته طول الدهور كيف لا أحرم دعباً ناحراً هدي السرور وأنا في مشعر حزني على رزع الحسين بارك الله بيكم بارك الله بيكم يعطي روعة أكثر يعطي تفاعل أكثر هذا الطور الثاني طور الثالث سنؤدي به هذا الهجري هو الطور المثكل ضمني عندك يا جداء في هذا الضريح علني يا جد من بل وزمان يستريح يا علني يا جد من بل وزمان يا ضاق بي يا جد من فرط الأساء كل فسيح فعسى طود الأساء يندك بين يا 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 الدكت وهناك الكثير 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 من القصائد التي نظمها ملة علي بن فايز في الفايزيات والملة عطية البحراني رحمهم الله في ديوان الجمرات الودية من وزن الهجري قصائد كاملة يعني ملاحم كامل عن الطف أن أحببتم هذه الأوزان بهذه الأطوار احفظوا تلك الأبيات وأدوها على هذا الأداء الرائع والمميز هناك قصيدة في ديوان المنظورات الحسينية للمرحوم أمير شعراء أهل البيت الحسينيين الحاج كاظم منظور الكربلائي رحمة الله عليه والذي أدين له بالكثير الكثير من الفضل في معرفة لفنون الشعر الشعبي الحسيني في العراق هذه القصيدة موضوعها رائع موضوعها كان ضرب شعرية في وقتها لم يسبقه إليها أحد حوارية بين رأس المولى وجسد المولى يوم الأربعين أقرأ لكم أبيات منها البيت الأول ستجدون روعة هذه القصيدة وأنا على استعداد أن أصور لكم القصيدة بالكامل وأتيكم بها لتحفظوها وتؤدوها يوم الأربعين الصعوبة في هذه القصيدة فقط أن بعد الثلاثة أشطر من الهجري يأتي ثلاثة أبيات من الحدي وزن آخر يعني القصيدة مركبة من وزنين وتحتاج إلى طورين اللي عد إمكاني أن يسيطر على التنقل من طور إلى طور يحفظ هذه القصيدة ويؤديها فإنها بحد ذاتها مجلس عزاء كامل ماذا يقول المنظور في هذه القصيدة الرائعة حين رأس حسين ويا الجسم أمس بحفرة نعطف واحد على الثاني وقام يشتي حالت عن لسان الحال بين خبر عن رأس الحسين من تلا قوي الجسد بالقبر يوم الأربعين انعطف واحد على الثاني وصار يبدي للحنين وظهر الصات من نحن يا راسب سيد البشر عقبك علي تدرش سيدار لعبة الخال على صدري بالحوا في الرض هذه القصيدة من وزن الهجري المطعم بالحدي قرأتها بطور البحراني الجمري مع تغيير في وزن الحدي قصيدة من أروع ما نظم في الرثاء الحسيني ولم يجاريه أحد في هذا الموضوع البتة اليوم استعرضنا ثلاثة بحور ثلاثة أوزان من أوزان الشعر الشعبي الحسيني وهنا أسمحوا لي أن أوجه دعوة من هذه الفضائية من هذا المنبر من هذه الحوزة إلى شعراء الزجل اللبناني المبدعون وأقول صادقا أن الزجل اللبناني الأصيل أعظم بكثير من الشعر العربي المنظوم في لبنان شعراء الزجل اللبناني أسرع بديهة أوسع خيال أقوى تعبير أوسع ثقافة من كثير من الشعراء الموجودين على الأراضي اللبنانية لذا أتقدم إليهم بدعوة باسم الإمام الحسين عليه السلام أن يصرف ربع طاقاتهم من أجل كتابة ملحمة الطف بنفس عاملي بقوة الزجل اللبناني لكي نتمكن أن نؤدي في كل بقعة جغرافية من العالم العربي والعالم الإسلامي عزاء الحسين عليه السلام بلهجة أهل ذلك الوطن تلك البقعة تلك البلاد لا أن ننقل إليهم كلمات مثلا أنا الآن أعلمكم على أوزان الشعر الشعبي العراقي أو الخليجي لأن المنظومات الموجودة في موضوع الحسين عليه السلام ملأت الدنيا بينما لا أجد منظومات زجلية شامية لبنانية فلسطينية أردنية أو مصرية أو ليبية أو تونسية أو مغربية أو جزائرية أو صومالية أو موريتانية تدحدث عن مأساة الطهف في الأدب العالمي يوجد الكثير الكثير في مقابلة تلفزيونية سابقة مع قناة أهل البيت أنشدت لمشاهدين تلك القناة بالآذرية والشعر الآذري الكثير رائع في نصرة أهل البيت والأوردو اللغة الأوردية لغة أهالي الباكستان والهند وبنجلاديش أشعار كثيرة باللغة الفارسية الكثير الكثير من الأوزان والأشعار والطرائق الرائعة أتمنى أن نحذو حذوهم وأن نقرأ بلغة مناطقنا لأن هذا أنفذ في القلوب أسرع إلى التأثير يعني الآن عندما تقرأ القارئة اللبنانية مثلا أو القارئة اللبنانية عندما يقرأ في مجلس عزاء الشروقي أو يقرأ الإمعنة أو يقرأ القرادي أو يقرأ الموشح اللي هي أوزان اللبنانية سيجد في نفوس المستمع اللبناني أثرا أكبر من قراءته لبعض الألفاظ العراقية أو الخليجية التي أحيانا لا تلاك معه بشكل جيد ويلفظها بحيث تؤدي إلى معاني غير معانيها الأصلية وقد سمعت بأذني هاتين وإلا صمتا الكثير من القراء يحرفون الكلمات لأنهم لا يحسنون تلفظها كما يلفظها أهل البلاد التي صدرت منهم هذه الكلمات مثلا كلمة شح تشي لك تشي حرف تشي لهجة جنوبية عراقية خاصة بينما القارئ اللبناني إذا قال شح تشي لك يريد يقول شح تشي لك يقول شح شي لك يقلب تشي إلى الشين فينقلب إلى حشو أو مثلا باللهجة العراقية يقول حط جدمة على صدر حسين حط جدمة يعني الشمر عليه لعن الله وضع قدمه على صدر الحسين وثنى ركبته وأمسك بلحيته واحتز رأسه من القفاء إذن هنا أسأل إذا جاء الخطيب اللبناني وأراد أن يقول حط جدمة على صدر حسين سيقول حط شزمة شايفين الفرق بالكلام علما أن هناك بعض الكلمات إذا لفظناها بلفظ أهل بلدانها ستكون معيبة بحقهم وبحق المنبر الحسيني لذلك أتقدم بالدعوة إلى كل شعرائنا أن يكتب كل ابن بلد بلهجته مصيبة الحسين ويتسنى لنا أن نؤدي ما هو أقرب إلى نفوس الناس أعود إلى فاصل أخير من صناعة الخطابة في كتاب المنطق يقول وعليه فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في إقناعهم أن يسلك مسلكا آخر غير البرهان والجدل فأن الذي يبدو أن الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على عقائد الناس وتحويلها لعجزها عن التأثير على عواطفهم المتحكم فيهم بل لا يقتصر هذا الأمر على الجمهور بما هو جمهور فأن كل فرد من أفراد العامة إذا كان قليل الثقافة والمعرفة هو أبعد ما يكون عن الاقتناع بالطرق البرهانية والجدلية بل أكثر الخاصة المثقفين وينظنوا في أنفسهم المعرفة وحرية الرأي ينجذبون للطرق المقنعة المؤثرة على العواطف وينخدعون بها بل لا يستغنون عنها في كثير من آرائهم واعتقاداتهم بالرغم على قناعتهم بمعرفتهم وثقافتهم التي قد يتخيلون أنهم قد بلغوا بها النهاية فيجب هنا نقطة حساسة جدا أخواتي وأخواني أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي وشبهه من نوع لا تكون مرتفعة ارتفاعا بعيدا عن درجة مثله ولذا قيل اكتبوا هذه الحكمة أو هذا الحديث كلم الناس على قدر عقولهم منين جايتنا الحكمة روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباد بكنه عقله قط وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم هذا الحديث في أصول الكافي إذن لم تبقى لنا صناعة تناسب هذا الغرض غير صناعة الخطابة الأسلوب الخطابي وهذا هو وجه الحاجة إلى صناعة الخطابة ولزم على من يريد قيادة الجمهور إلى الخير أن يتعلم هذه الصناعة وهي عبارة عن معرفة طرق الإقناع فأن الخطاب أنجح من غيرها في إقناع كما أن الجدل في الإلزام أنفع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلي على محمد وآله محمد موسيقى 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 تلقى يأرون إبارد ويعيبن سعد وإبن سعد في للقبس يلسئب نارى إصيح أحرق بيوت الظالمين يقول قاولا ما رفع رأسه رأينا أن وجهه تنطخ بزميع لي الله يرحم أن شيخ عبد الزهر الكحبي الخطيب زميد نار رضوان الله عليه شكرا